فإن الغيث نعمة من الله عظيمة ورحمة منه لعباده ظاهرة وقد فتح الله لعباده أسباب طلب تلك النعمة ودلهم على طريق تحصيل خيرها واستجلاب آثارها وذلك عن طريق صلاة الاستسقاء الاستسقاء ويها المشاهدون الكرام هو طلب السقيا من الله تعالى عند تأخر المطر عن وقت نزوله ليغيث الله البلاد والعباد وينشر رحمته عليهم من بشر وبهائم وجماد ففي الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا والاستسقاء سنة مؤكدة في حق من احتاج إلى المطر ويدعو لها ولي الأمر ففي صحيح البخاري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ويبدأ وقتها من بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال ويخرج المصلي للصلاة بذلة وتخشع وسكينة وتواضع ورقة قلب وانكسار يستجرب ما عند الله تعالى من خير ورحمة ولسانه رطب بالاستغفار وباطنه بالأمل والرجاء فياض وقلبه بالإيمان ممتلئ ويشرع أن يتهيأ الناس لصلاة الاستسقاء قبل الخروج إليها وذلك بالتوبة الصادقة وشروط التوبة الصادقة الإقلاع عن الذنوب والاستغفار مع الندم على ما فات والخروج من التبعات والعزم على أن لا يعود ومما يشرع قبل صلاة الاستسقاء الصدقة وأداء ما فرض الله تعالى من الزكاة ونحوها ومما يستحب قبلها التراحم فيما بين الناس لا سيما رحمة الضعيف كاليتيم والمسكين والأرملة فالراحمون يرحمهم الرحمن ويشرع كذلك الصيام فذلك أدعى للقبول والإجابة وإذا اجتمع المصلون في الوقت الذي حدد للصلاة صلى بهم الإمام ركعتين ويستحب أن يقرأ فيهما جهرا بسورة سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الثانية بسورة والشمس وضحاها بعد الفاتحة ثم يتشهد الإمام ويسلم فإذا اطمأن الناس في الجلوس بعد السلام قام الإمام متكئا على عصى فيخطب خطبتين وهو واقف على الأرض ولا يرقى على المنبر وذلك للمبالغة في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتكون الخطبة مثل خطبة العيد إلا أنه يستغفر بدلا من التكبير وبعد فراغ الإمام من الخطبتين وقبل أن يبدأ في الدعاء يستقبل القبلة ويحول رداءه الخارجي كالعباءة أو البشت وذلك بأن يأخذ طرف الرداء الذي على عاتقه الأيسر بيده اليمنى فيجعله على عاتقه الأيمن ويأخذ بيده اليسرى طرف الرداء الذي على عاتقه الأيمن فيحوله للجهة اليسرى ثم يبدأ في الدعاء يفعل المأمومون كما يفعله الإمام من تحويل للرداء ومن إلحاح ومبالغة في الدعاء يفعلون ذلك جلوسا وحكمة تحويل الرداء في صلاة الاستسطاة كما قال أهل العلم هو التفاؤل باستجابة الله تعالى دعاء عباده المستسقين وتغير حالهم بنزول المطر ثم على المصلين أن يبالغوا في الدعاء ويسأل الله تعالى أن يغيثهم ويرفع عنهم القحط والجدب اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا سقيا نافعة تزيد بها في شكرنا وارزقنا رزق إيمان إن عطاءك لم يكن محظورا اللهم اسق عبادك وبلادك وأحيي بهائمك وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل في أرضنا ربيعها وارزقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض وأنت خير الرازقين اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاجلا نافعا غير ضار تدر به أرزاقنا وتنعم به على بدونا وحضرنا واجعلنا لك شاكرين اللهم أغيثنا من قسم إنني Bjak